هل تعلمون أن هناك سبعين ألف مسلح فلسطيني ميليشياوي سبعين ألف ما بين شرطة وحرس وخاصة مخابرات سبعين ألف كي تسمع أموال السلطة الفلسطينية أعرف باللي الجزء الأكبر من هذه الأموال رايح لهؤلاء الموظفين الأمنيين والعسكريين التابعين للسلطة الفلسطينية مش عسكريين مخابرتيين وشرطة ما يخلوش عسكر فلسطيني هناك سبعين ألف هؤلاء هم اللي يبعث لهم تبون مالنا إلى درجة أن السفير الأمريكية تشكروا أنه أرسل مال إلى عباس ولذلك خرجت وحدة الفلسطينية اسمها بناشطة وش تقول أصحوا يا عرب وأصحوا يا عرب صحيوا العرب فيقوا يا اللي عنا اللي عنا أولى أنا نفسي أعرف إيش وضع الفتحوي اليوم هاي أنت الفتحوي إيش حاسس إيش حاسس تغيري لما نحكي عن حركة فتح بيقولوا روحوا وشوفوا التاريخ خلفتوا الصورة وقتلتوها بمعاهدة أسر ومعاهدات السلام معاهدات العار ولاش نروح على التاريخ خلينا نشوف اليوم إيش عم تعملوا إيش عم تعملوا لنحرر الأرض بتكون نخمخم بالمخيمات بتكون نخمخم نموت بشريت كهرباء ولا يوقع علينا حيث هاي عيشة كرامي هاي عيشة ذل الشهداء اللي قدمتوا ماتوا عشان الأرض والتحرير أنتوا قبل ما تخونوا الوطن خنتوا شهداءكم ودمه شوفوا المعبرة مليانة شهداء بعدين حتى اللي عندكم أبو إياد شو قال شو قال آل حمار يلي بفاوضوا يترك سلاحوا من عندكم شاهدة شاهدوا من أهله مين اللي حمار يا جماعة مين اللي حمار على شو خايفين اليوم على شو خايفين إحنا بدنا نقاطعين في الوينبسر ومؤسرين ورؤسة ومبعالشو عم يحكوا خلينا نشوف اللي عنا إحنا منقاطع أو لا أنا بديش عشوف صورة لعباس بالمخيم ليش ليش أنتوا عشو خايفين خايفين على رزقتكم رزقتكم بالسماء عند رب السماء مش عندن هاي المصارية اللي رح تاخدوها هاي حرام بدمتي حرام لأنه مغمزي بدم الشهداء ولأنه هذا الخبز اللي رح تاكلوه مدفوع حقه دم وروح ناس بغزة هاي المصاري جاي من أمريكا ومن إسرائيل محمود عباس ومن الجزائر هذا المصاري جاي ثاني من الجزائر تدفع للميليشيات الفلسطينية التي تعذب الفلسطينيين وتسجن الفلسطينيين وتقدم فلسطينيين لإسرائيل باسم التنسيق الأمني بلينكن عندما التقى عباس قبل أربعة أيام قال له ممتاز إنك تقوم بعمل جيد اليوم كثير من زعامات الغرب منزعجين جدا مما يقوم به المستوطنين في الضفة الغربية وهؤلاء المستوطنين يقومون بجرائم قال لك لأننا لا نفهم هؤلاء المستوطنين نحن نريد للضفة الغربية ألا تتحرك نحن ندعم عباس وندفع عشرات الآلاف من أجر الموظفين الأمنيين تابعين السلطة الفلسطينية من أجل إبقاء الضفة الغربية تحت القبضة قبضة عباس وبالتالي قبضة إسرائيل والمستوطنين يستفزونهم نعم ربما هذا الاستفزاز الذي خلى عشرات من المنتسبين لهذه الأجهزة الأمنية أنهم استقالوا قبل يومين نشوفه واحد كابيتان استقال وهناك عشرات لكن هذا لا يكفي هناك سبعين ألف سبعين ألف موظف أمني ما بين شرطي ومخابرات وحرس يشتغل عند عباس اللي هو يشتغل عند الكيان الإسرائيلي كحارس كميليشياوي باش يعطولوا مال له وشاءوا وأولاده دائرين شركات بما فيهم هنا في بريطانيا كانوا مرات نحن نرجع لكم الإقصة خاصة نقولها لكم الآن على السريع وهذه أول مرة نقولها يمكن لما أصرالي الاشتباك مع تلك الصحفية صحفية البي بي سي في شهر مارس 2019 وصرت لي مع خصومة وغادرت ستيديو بعدما قاتل لازم تغادر وأنا قلت لانغمشين تيلي تقولي نغادر نغادر أنا نروحي إلى آخره هل تعلمون من هي تلك الصحفية هني هذه أول مرة نقولها هل تعلمون من هي تلك الصحفية هذه زوجة أحد أبناء عباس المليونير هنا الذي نهب أموال الشعب الفلسطيني وجاء به هنا شركات ومال فتلك الصحفية دخلت وهي معادية للحراك مطلقا وطبعا تعرف مواقفي مع الثورة ومع الحراك تعرفني كانت التقتني قبل سنتين أو ثلاثة في إحدى البرامج وكانت منزعجة وأنا كنت نشوف في هذه من هي بعدين واحد هناك صحفي قال لي هذه ستكرهك بالطبيعة قلت له لماذا قال لي هذه زوجة واحد من أبناء عباس قلت له عباس من قال لي عباس هذا اللي يسمون تع السلطة الفلسطينية قال لي تع الميليشيا الفلسطينية عباس وأبناء والمقربين منه وعاورة وعندهم رتب دائري رتب تع جنرالات ووزراء ووكلاء ومن يشعارف فإسرائيل خلقت طبقا تحركة بلينكين كان سعيد جدا بعباس والآن عباس رح ينتظر باش يروح إلى غزة على ظهر الدبابة الأمريكية الإسرائيلية اليوم بلينكين صرح قال نحن لا نقبل أن تحتل إسرائيل غزة وكأنها ليس محتلتها أصلا بالحصار يعني مرحلة ما بعد الحار في غزة يجب أن يشمل حكما موحدا بين غزة والظفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية تحت الميليشيا الفلسطينية الظفة الغربية عداد سكانها أكثر من غزة فيها ناس يقاومون لكن من يقدم المعلومات عنهم لإسرائيل باش تعتقلهم اعتقلت إسرائيل 2200 أو 2300 في هذا الشهر وقتلت 166 في هذا الشهر وجرحت أكثر من ألف واحد من يقدم المعلومات لإسرائيل لكي تعتقل هؤلاء الفلسطينيين ميليشيات عباس الذي يذهب من عندنا من مالنا الجزائري من عند مالنا الذي يحتاج الشعب وملايين الجزائري يعيشون في حالة فقر مدقع يذهب إلى ميليشيات عباس وراه ينتظر لأنه يعرف وكثيرين من المقربين منه تكلموا مع علام غربي وجابتهم بعض الوسائل الغربية قالوا لو المقاومة تنتصر في غزة انتهي نحن سيسحقنا الشعب الفلسطيني قبل المقاومة في الضفة الغربية علقوا مصيرهم بمصير الكيان الإسرائيل إذا انتصرت إسرائيل فسينتصرون على من على شعبهم وإذا هزمت حكم عباس ممتهي سيسقط وقد يضحنه الفلسطينيين في الشوارع والحقيقة ليس فقط حكم عباس حكام آخرين أيضا اسمعوا إلى هذا لعلكم تتابعون أنهم يوم 11 رح يكون فيه لقاء كما سماه للقاء قمة للجامعة العربية وين في السعودية عند أبو منشار اللي رح دير الآن الهالوين الهالوين في السعودية كانوا وما زالوا يجرمون وبعضهم يكاد يكفر من يحتفل بالمولد النبوي أنا شخصية لا أحتفل به لكن هم كانوا يكفرون ويجرمون ويغلظون القول لمن يحتفل بالعيد بالمولد النبوي ماذا هم يحتفلون الآن يحتفلون بالهالوين والهالوين هو في الحقيقة احتفال خليط مسيحي شركي وأصبح قل عليه أي شيء إلا أن يكون فيه عنده علاقة بالمسلمين الذين جرموا الاحتفال بالمولد النبوي وكفروا بعض الناس اللي احتفلوا بالمولد النبوي وما زالوا يفعلون يحتفلون بشكل فضيع شوف هذا الفيديو على السريع شوف في الرياض سعودي في الوقت اللي يقتلون الآن رضعاً اضافة إلى احتفالات الرقص الرقص الفاضح يريدون أن يجمعوا قال القمة عربية بعد قمة إسلامية يوم 12 نوفمبر لن يخرج إلا الذل من هذه القمم وهذه القمم في الحقيقة هي للخداع لخداع شعوبهم واللي باقية في الشعوب ما زالت فيه موقف مع الناس ومع إخوانه ومع الإنسان عموما شوف وش يقول أحد وزراءه لما سئل في برنامج قالوا له هل هل موضوع البترول مطروح لأن أقل شي مثلاً اليوم الكائل الإسرائيلي يمنع قال لهم قطرة وقود ما تدخلش قطرة وقود قطرة بنزين أو غاز أو مازوت ما تدخلش ولم تدخل منذ 33 يوم إلى درجة أن هناك من مات جوعاً أطفال لا يجدون ما يأكلون فكالناس رحلت عليهم قالوا قولوا أنتم ما نقولوش تبعتوا الجيوش تبعتوا السلاح هذا أنا عارفين ما تقدروش وما تديروش قولوا فقط بأننا قد نمنع البترول فكان وزير النفط هناك واحد من المزارة السعود شوف وش يقول يدخل قحقه مش رد مثلاً بتأرد معين مثلاً يقول لا لا نستطيع أن نفعل ذلك أو أي كلام مضحك يعني صحفي طرح للسؤال وهذا صحفي غربي يقولوا هل تستخدمون الاقتصاد في هذه الأحداث التي تجري تستخدمونها كأداة للضغط يعني وبعد قال له مثلاً ترفعوا أسعار البترول مثلاً ما قال له تقطعوا البترول أضحك قحقه لأنه عارف بن سلمان كيفاش يفكر بن سلمان ستخرج يوماً ما أدلة وفضائح تقول بن سلمان كان يمول هذه الحرب الصهيونية على غزة كما يفعل بن زايد هذه الاثنين أكيد يوماً ما سترونها وستخرج هذه الفضائح وستذكرون ذلك طبعاً البؤس التأسيسي ما يمولش بالدراه ما عندوش لكن يمول بالآب المعلومات وبالهو والأردني بالمخابرات والمعلومات والعملاء ويكفي هذا النظام المصري البائس يكفي العار اللي وصلوا أنه لا يستطيع إدخال قرورة ماء بدون موافقة الكيان الإسرائيلي اللي رهديره مجرد بواب على رفح شيء فضيع ولذلك لا تنتظر شيء من الحكام فحكامنا على استثناءات قليلة باش نكونوا منصفين بعض حكامنا أشد صهيونية وأشد عداء وأشد فضاعة وكرها للقضية الفلسطينية لأن القضية الفلسطينية وهذه غزة تحيي الشعوب لأن انتصار الغزة سيعطي رسالة مباشرة لهذه الشعوب التي تحكمها هذه الجماعات الإجرامية العصابات الإرهابية بأنه إذا كانت غزة صغيرة قد هزت العالم وهزمت خامس جيش في العالم اللي أنتم ترتعدون منه فإن شعوبكم وبعيدا عن السلاح تستطيع أن تسقطكم وتدوسكم بالأقدام إذا لازم الأمر بالرغم أني من دعاة السلام وسأظل لكني أعرف أعرف صدور الناس اليوم أعرف أولئك الجزائريين وغير الجزائريين اللي رام يتواصلوا معايا وبعضهم يبكي يشهق من الحال اللي وصلتنا له هذه الأنظمة البائسة ليس فقط أنهم رديئين وفاشلين وخائنين وجاء وجوعوا الشعب وعطشوا الشعب حتى كلمة واضحة ما قالوهاش خرج تببون خرج تببون يقول على أخرار العالم على أخرار العالم أن يرفعوا قضية لمحكمة الجنايات الدولية أصبح تببون ناشط حقوقي ما هوش المفروض فيه أنهم حطنوه قهرا وقصرا على الشعب الجزائري رئيس للجمهورية الجزائري ورئيس للدولة نحن لا نعترف به نحن لا نعتقد أنه يصلح أن يكون رئيس بلدية لكن هم وضعينه رئيس هو رئيس بحكم الواقع خرج يقول على أخرار العالم أن يرفعوا قضية يعني أخرار العالم رحين ينتظروك أخرار العالم رحين ينتظروك رح في أخرار من أمريكا وبريطانيا وفرانسا وألمانيا وأستراليا والهند وجنوب إفريقيا والجزائر ومن كل مكان رحهم وجدوا ملفات ورحهم يرفعوا رح عشرات المنظمات الحقوقية والإنسانية رح يجمع في الملفات على الكيان وجرائم الكيان الصهيوني ودائمية رح نشوف لك مع رشيد مسلي المدير القانوني للكرامة ما بلك يريكريتيك عنده فرشيد مسلي اللي سجنته ثلاث سنوات في الحراش لأنه كان يدافع الجزائريين وحاكمين عليه بالإعدام وهرب لأنه حكمته عليه بالإعدام لو كان أبقى معاكم كرا ما زال في سجون كما يرام من الناس من تسعينات خلاف نتاع الحراك رح نشوف لك مع رشيد مسلي فهو أحد كبار ناشطين الحقوقيين اللي يزعج كثير من الأنظمة بما فيها النظام الإسرائيلي وبما فيها النظام الأمريكي وغيرها من الأنظمة العربية البائسة نحن نشوف لك كتبون نتسلك برشيد مسلي وسألني واحد وقال لي بسح وش يقدر يدير أنا اذكرت هذا أكثر من مرة بسح مدم السؤال يتعاود خلينا نعاود لإجابة كان يمكن لهذا الكذاب الكذوب اللي سماه الشعب الجزائري كذبون كان ممكن وهو القائل هذا الكلام قضية الفلسطينية يتبعها هو شخصيا هذا اللي قال القضية الفلسطينية يتبعها هو شخصيا واللي قال باللي إحنا في الجزائر عندنا تاريخنا مع فلسطين ظالمة ومظلومة كان يستطيع أن يقوم بهذه السبع حاجات ما فيها لا كلاش ولا طيارة ولا أبعث لا شيء ولا بوارج لا شيء كان فيها مثلا يدعو صفراء الدول بداية من السفيرة الأمريكية والفرنسي والبريطاني والألماني وكل صفراء الدول الغربية التي ساندت بلا حدود هذا القتل البشع يدعوهم لوزارة الخارجية وتسلم لهم ما يعرف بالاحتجاج دبلوماسي احتجاج عادي هذا مش حاجة كبيرة كان يمكنه أن يستدعي سفراء الجزائر في هذه الدول التي تدعم الكائن الإسرائيلي بلا حد تحفظ ويستدعيهم للجزائر كان سبق لوان استدعى ما يسمى بسفير الجزائر في فرنسا لأنها قالوا فيه زوج كلمات في فرنسا كان سبقا استدعى ما يسمى بسفير الجزائر في إسبانيا لأن رئيس الوزراء إسباني غير موقف في قضية السحراء من هو الأخطر أن يغير رئيس الوزراء موقف في قضية السحراء أم أن يقتل فلسطينيين قتلا بشعا أمام العالم أجمع وأنتم تزعمون أنكم مع فلسطين ظالمة ومظلومة إذن قضية تسحب السفراء الجزائريين ولو شهرين ولو ثلاثة حتى توقف الحرب من هذه الدول التي تدعم بلا حدود العمر الثاني كان ممكن يقول وكاين الناس في بعض الدول العربية قالوا نحن مستعدين أن نذهب إلى رفح وندخل يقول لك أنا نرسل وفد شعبي جزائري إلى مصر لكي يدخلوا معه وفد شعبية أخرى وهذا ممكن والناس لا يتشتغل عليها كان ممكن يدير يخلي الشعب الجزائري يتظاهر من أجل فلسطين موش يديرها عن طريق الأحزاب والمنظمات والمخابرات الإرهابية من الخلف خلي فقط الجزائري يتظاهرون في شوارعهم فقط كان ممكن يخلي الطلب فقط يخرجوا ويتظاهروا من أجل فلسطين كان ممكن يخلي مثلا بعض الناس اللي قالوا نذهب نتظاهر أمام السفر الأمريكية موش يديرنا التهريج ما يسمى بالبرلمان اللي هما لصوص ومرتازقة وكثير منهم بيعين المخدرات فالناس كلها تعرف ذلك كان ممكن مثلا ما يستقبل وزير الداخلية الفرنسي وقبل أسبوع استقبل السفير الفرنسي وفرنسا موقفها من أبشع المواقف الغرب وصل ماكرو إلى أنه طالب بتشكيل تحالف دولي لقتال المقاومين في فلسطين كما قاتلوا داعش مع أن لا علاقة تحت أي ظرف ما بين المقاومين في فلسطين اللي هم مقاومين يقاومون الاحتلال وهم بين داعش مع ذلك تبون المزور اللي جابوه العسكر لأنه ما جابوه إرادة الشعب استقبل السفير الفرنسي يجلس معه مطولا وقحقه معه مطولا قبل عشرة أيام واستقبل واحد من أوسخ وأكثر عنصرية في وزير داخلية فرنسي ربما في هذا السبعين عام هو هذا جيرال ديرمانو اللي بالمناسبة ديرل دار هكذا في الصحراء يذهب لها ويحوس ويأتي بزوجته ودار يعود يأتي ربما في ديسمبر هذا كما جاءت ديسمبر الماضي واجلس معه مطولا وخرج دار مانون باش يقول تحدثت مع رئيس تبون على القضايا التي تهم خاصة القضايا الأمنية يعني أن الجزائر تخدم لهم عساس حركي خدام أمني لفرنسا مع أن ماكرون الآن وديرمانون الفرنسيين يهاجموه بشدة درجة وريدكم داخل برلمان الفرنسي يمسح به الأرض فرنسيين مسؤولين لم يجد وقت هذا التبون أن يستقبل السفير الفرنسي ووزير الداخل الفرنسي هذا إلا والقنابل تسقط على الفلسطينيين وهو الذي يزعم أنه مع فلسطين ظالمة ومظلومة والموقف الفرنسي متماهي تماما مع الكيان القاتل كان يمكن لهذا التبون الذي يدعو للعدالة الدولية أن يخلي العدالة في الجزائر تكون عدالة أن يخلي القضاء في الجزائر يكون نسبيا عدالة أن لا تصبح بالتليفونات هناك إجماع لدى الشعب الجزائري إجماع نجيبه من أي مكان نحسبه على أي جهة سواء كان مع الحراكة أو كان ضد الحراكة أن القضاء في الجزائر هو أعفن شيء بعد المخابرات الإرهابية وأنها المخابرات الإرهابية التي تدروا أنت يا من تتحدث على العدالة الدولية خلي عدالة الداخل خلينا قضاء الداخل هذا الذي يتحدث على العدالة الدولية بالمناسبة لما دولة بعد أثناث سنة معركة وبعد لوبيات وتدخلات جاء نائب عام واتهم المجرم خالد نزار بأنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تبون هذا والجنرالات اللي معاه خرجوا يتباكون خرجوا يغضبوا على سويسرا لأنها تريد أن تحاكم شخص تسبب أو قتل مباشرة وأحيانا أشرف على التعذيب والميرتع مفتاح شاهد على ذلك وما فعل به على سبيل المثال وهو الذي كان يعطي أوامر التعذيب وقد عذب عشرات الألاف من الجزائريين لكن اللي ما فيهاش نقاش أن نزار قتل أو تسبب في مقتل 250 ألف جزائري باعتراف تبون نفسه في الدوحة قبل سنة ونصف خرجوا كلهم يتباكون بل أن هذه العصابة أعطاعت ميداليات لتوفيق ولنزار وللعماري ولكل المجرمين قبل سنتين في 2022 حتى أنا نزار ما رحلهمش استحقارا يعني قلوا أنتم كنتوا دراري عندي واش كان يساوي تبون عندما كان نزار وزير الدفاع وعوض مجلس الرئاسة هذا التبون يسجن الأحرار يسجن الحراكيين يسجن ناس من تسعينات بعضهم كتب هاك نزار قاتل 250 ألف كل ما تقوم به صهاينة وهو شيء فضيع لكن منذ أن احتلوا فلسطين قبل 75 سنة لم يقتلوا 275 ألف أو 250 ألف فلسطيني بالرغم أنهم أعدائهم نعم إننا قتل نفس واحدة سواء كان فلسطيني أو كان جزائري أو كان نفس بريئة أو كان هندي أو كان بيتنامي أو كان أمريكي أو كان أسترالي ممنوع ومرحوظ لكن أنتم قتلتم أكثر مما يقتل صهاينة إن بعض المجازر التي أشرفت عليها المخابرات الإرهابية ولدي الأدلة الآن وأدلة ثابتة ناهيك عن الشهادات التي خرجت عن البعض الضبار كانوا يقتلون ألف في الليلة واحدة واسألوا أهل الرمكة في غلزان واسألوا أهل ضواحي العاصمة بن طلحة والرئيس وغيرها إن شنغريحة أشرف على مجازر مرعبة وهو الذي أشرف على مجازر غلزان وسيد بالعباس وتيارت عندما حول من ناحية العسكرية من الفرقة الأولى في البويرة الأخضرية التي فعل فيها الأفعيل راح يرتكب مجازر مرعبة هناك أيضا إن هذا هو قائد الجيش اليوم الخائن العميل اللي قبل سنة ونص كانوا الفرنسيس يعلق له في الكافالي في ميدالية الكافالي كان هناك سبعين شيء كان ممكن حتى لهذه العصابة على كل ما فيها أنها تدير في خضية فلسطين وكما قلت أول شيء أن تخلوا شعبكم القرر المصير أن تكون هناك عدالة حقيقية أن يكون هناك إعلام حقيقي أن تكون عندنا إدارة حقيقية أن يكون عندنا جيش في خدمة الوطن وليس في خدمة الجنرالات أن لا تتعاونوا مع جيش مالي ومرتزقة فاغنر لقتل إخواننا الأزوات قتلوا ثلاثين شخص هذه الأيام هذه اليومين أن لا تتعاونوا مع كثير من الجهات التي تقتل المستضعفين وأشياء أخرى كثيرة الله منصر المستضعفين أينما كانوا ترجمة نانسي قنقر